تونس الآن فيما يواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان للمطالبة باستقالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تظاهر تونسيون خارج مبنى البرلمان دعما لاعتصام الدستوري الحر ومطالبه وسط هذه الأجواء قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن البرلمان لم يتمكن من ممارسة مهامه ويعيش حالة من الفوضى ملوحا باستخدام صلاحياته الدستورية لمنع تهاوي مؤسسات الدولة تأتي مواقف سعيد وتظاهرات داخل البرلمان وخارجه في وقت لم يحدد بعد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي رغم توقيع كتل سياسية لائحة في هذا الإطار معنا الآن من تونس مراسلنا سيف العامري سيف مساء الخير تطورات متسارعة في المشهد السياسي في تونس كما أشرنا مواقف مهمة للرئيس قيس سعيد إلى أين تمضي الأمور برأيك؟ وما الذي يمكن أن نتوقع في الأيام القليلة القادمة فيما يتعلق سواء بتشكيل الحكومة سواء بهذه اللائحة المطالبة بسحب الثقة عن السيد الغنوشي؟ نعم مهند في الحقيقة رأيت حتى في طرح السؤال هناك تعقيدات كبرى حتى في عناصر المشهد السياسي في تونس الآن معقد جدا ولا نستطيع في الحقيقة السيطرة عليه فكل ساعة وأخبارها إذن نبدأ منذ صباح اليوم تفاجأ الجميع بدخول النيابة العمومية وهي جهاز قضاء مصاحب بعناصر شرطة من وزارة الداخلية يقول أو تقول النيابة العمومية إنها قدمت لمعاينة الاعتصام الذي تقوم به كتلة عبير موسي كتلة الدستوري الحر في مبنى البرلمان طبعا موسي عارضت هذا التدخل وطالبت بالعريضة مكتوبة أو الورقة أو الأمر القضائي مكتوبا إلا أنها لم تحصل عليه وبالتالي تقول أن تدخل النيابة العمومية شكلا غير قانونيا في مستوى آخر تسعد عبير موسي في المجلس وتطالب بثلاث نقاط لكي تفض اعتصامها بشكل أحادي طبعا النقطة الأولى هي تحديد جلسة للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوش ما الذي يؤخر هذه المسألة سيف؟ بمنع دخول من هم مشمولين بي في الحقيقة مهند هناك يعني وضعت اللائحة بإنضاء 73 نائب تنتظر الكتل اجتماع المكتب وثم يتم تحديد جلسة عامة نحن على أبواب خمسة أيام تفصيلنا عن العطلة البرلمانية من 25 من يوليو إلى 25 من أغسطس الأمر أصبح معقد طبعا بالنسبة لهذه الجلسة المسألة الأمنية هي أن عبير موسي تطالب بعدم إدخال من تسميهم بالإرهابيين إلى المجلس والنقطة الثالثة تتعلق بقضايا كانت قد رفعتها ضد من يهددونها كما تقول بالاغتيال أو بالعنف هذا يأتي في سياق كلمة أو كلام أو لهجة أصبح لرئيس الجمهورية ربما اعتدنا على تصعيد هذه اللهجة يقول أن له صواريخ قانونية جاهزة للإطلاق وبالتالي الأمر أصبح حاد اللهجة وهو تنبيه صارم لرئيس البرلمان بأن يعيد هذه المؤسسة إلى العمل بشكل اعتيادي شكرا لك سيف العامري مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من تونس من هناك معنا الآن الباحث السياسي مختار الخلفاوي سيد مختار مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار الصورة يعني معقدة رسمها لنا سيف ما الذي نتوقع خاصة أن هناك عدد من الاستحقاقات أيام قليلة وتنقض مهلة تكليف رئيس جديد للحكومة هذا يعني يضاف إلى كل المشهد الذي رسمه سيف إلى أين تسير الأمور مساء النور هو فعلا أستاذ مهند هو فعلا الصفة الملازمة للسياق التونسي الآن هي أنه وضع معقد ومركب فالأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية انضفت إليها عطالة في أداء المؤسسات في مؤسسة رئاسة الحكومة على ما تعلمون من استقالة رئيس الحكومة وتحوله إلى رئيس حكومة تصريف أعماله إضافة إلى المشاكل الكبيرة في مجلس نواب الشعب وكان من المفترض أن تكون هذه المؤسسات عاملا مساعدا على حالة الأمور في البلاد ولكنها صارت عنوين إشكالية وصارت مشاكل إضافية للسياق التونسي في هذا السياق نفهم كلام رئيس الجمهورية عندما أعلن أن له سواريخ على المنصات بالانتظار حتى يتم إطلاقها في الوقت المناسب وهو يعني بذلك الجوانب الدستورية والقانونية التي هي من صميم صلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا تريد أن تشاهد الوضع التونسي وهو بصدد التحلل والتفكك وهو بصدد مشاهدة الدولة وهي تضرب من الداخل كما أشار في وقت سابق ورسالته واضحة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي كان بشبه إجماع أقول شبه إجماع كان عنصر التوتر وكان العنصر الذي يحفز هذا المناخ مناخ الاحتقان والمناخ السيء في مجلس نواب الشعب والذي ألقى بظلاله على الوضع السياسي برمته في علاقة بالحكومة في علاقة برئاسة الجمهورية وفي علاقة بالشأن العام في البلاد طيب أستاذ مختار دعنا نعود إلى صواريخ الرئيس أنه لم يحسن إدارة المجلس الصواريخ الجاهزة للإطلاق التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد بعض هذه الصواريخ هي صاروخ حل البرلمان هذا صاروخ جاهز الصاروخ الآخر ربما إعلان حالة طوارئ ما هي الصواريخ المتاحة الآن في ترسانة الرئيس؟ صحيح هو من المعلوم أن رئيس الجمهورية لا يحسن السياسة على مذهب راشد الغنوشي ولذلك يتباين معه باستمرار فهو يحتكم إلى الدستور ويحتكم إلى القانون ويرفض التوافقات تحت الطاولة ولذلك تحدث بلغة واضحة هذه المرة عندما أشار أن صواريخه على أهبة الإطلاق في الوقت المناسب ولكنه كأنما أعطى وقتا إضافيا ومهلة لراشد الغنوشي حتى يستنع شأنا جديدا له مع البرلمان أعني بذلك تنحيه المحتمل من رئاسة المجلس وقد كان عنوان توتر كما ذكرنا كأن رئيس الجمهورية بهذه الترسانة الساروخية التي أشر إليها في لقائه اليوم مع رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيها كأنه يحث الغنوشي على اتخاذ الموقف المناسب وهو التنحي عن رئاسة البرلمان لعل الأمور تتحلحل بعض الشيء وقد كان هو عنصر جذب لهذا الاحتقان اليومي هل تعتقد أن هذه خطوة محتملة أستاذ مختار مسألة تنحي السيد الغنوشي عن رئاسة البرلمان رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان إذا تنحى عن رئاسة البرلمان هذه ضربة قاضية بالنسبة لحركة النهضة هو أستاذ مهند هو فقط هو ليس رئيس الكتلة رئيس الكتلة كتلة حركة النهضة هو نوردين لبحيري هو المحامي نوردين لبحيري راشد الغنوشي هو رئيس الحركة رئيس الحركة ولكن يعني الكتلة تمثل الحركة في نهاية المطاف نعم صحيح كلامك من الناحية الإجرائية هو تماما أنا في الحقيقة تحدثت صحيح مع الفرقاء مع ممثلين عن هذه الخارطة البرلمانية لم أجد في الحقيقة متحمسا لبقاء الغنوشي في رئاسة مجلس نواب الشعب بما في ذلك بعض نواب كتلة حركة النهضة بعيدا عن كاميرا تصوير أو ميكرو الإذاعات فهم يعترفون بتقصيره الفادح في إدارة مجلس نواب الشعب بدليل أنه لم يستطع حل ولو مشكلة منذ بدأت هذه الدورة النيابية منذ أشهر بالعكس كان يفتتح الجلسة البرلمانية ثم يغادر إلى مكتبه ويخول رئاسة الجلسة إلى نائبيه لأنه لا يستطيع أن يتعاطى مع مداخلات النواب ولا يتفاعل إيجابيا معها فالرجل تعود على أن يكون الآمير الناهي بالنسبة إلى أتباع حركة النهضة ولذلك يجد صعوبة كبيرة في أن يكون ديمقراطيا داخل مجلس نواب الشعب على كل حال أيام حاسمة في تونس سنتابعها عن كثب شكرا جزيلا لك الأستاذ مختار الخلفاوي الكاتب والباحث السياسي كان معنا من تونس شكرا جزيلا لك